نحب نحكيكم شوية عن الأطفال الأنابيب إجمالاً العملية بتصير بنشوف الأمرأة والزوج بنعملن فحوصات أولية لنعرف شو المشكلة إذا المشكلة بتستدعى أطفال الأنابيب بنعمل بنحضر الأمرأة لحتى بنعملها أطفال الأنابيب التحضير بياخد تقريباً أسبوعين بيكون فيه أبر يومية تحت الجلد بتاخدون الأمرأة بذات الوقت بتقريباً عشرة أيام هل عشرة أيام أنا بكون عم شوفها كل يومين ثلاثة معمل لها فحوصات دم وتصوير وبنتابع مضوج البوايضات بس تصور البوايضات ناضجة وعدادها منيح بيكون فيه عملية صحب البوايضات مع بنج عام تقريباً عشرة دقاية وبذات النهار الرجال بيعطينا حمانات المنوية بنعمل شيء اسمه الحكم المجهري بيطلعنا أجلنا ثاني يوم بنتابع الأجلنا لمدة يومين ثلاثة أو لخمسة أيام ونرجع من رجعهم ونزرعهم بالرحم طبع الإمرأة عملية الترجيع تكون دقيقة وبعد تقريباً من 12 يوم نعرف إذا صار في حمل ولا لا نسبة النجاح لأطفال الأنابيب تقريباً 40% إذا قلنا لجميع الأعمار وميزة أطفال الأنابيب هي أن هناك كاميرا نستعملها عند الناس العديين الذين لديهم مشكلة أطفال بالإنجاب ولكن لديهم أمراض برافية مثل سيكل سيل ديزيز مثل التلاثيمية مثل كثير أمراض موجودة بالبحرين فينا نعمل أطفال الأنابيب ونحدد الأجنة السليمين من خلال البيت جي دي من خلال فحص الجيناب ونرجع الأجنة السليمة على رحم الإمرأة لحتى يطلع منها طفل سليم ما عنده المشاكل اللي عنده إياها أخيه أو أخته أو الأهل